من كنوز السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد الحديث أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بطمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها الحديث أخرجه البخارية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله ملء الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفسه فمعتقها أو موبقها الحديث أخرجه ابن ماجة حكم الألباني صحيحا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرضة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة الحديث أخرجه البخاري ترجمة نانسي قنقر